طائرة كونكورد كانت احدى اشهر الطائرات التجارية في العالم بسبب قدرتها على الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت تم تطويرها بالتعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة البريطانية وبدأت في الخدمة التجارية في عام 1976 واستمرت حتى عام 2003 من اهم ميزات هذه الطائرة هي السرعات العالية التي قد تصل حوالي 2179 كم في الساعة اضافة الى الرفاهية والتصميم الفريد من نوعه وعلى الرغم من شهرتها الكبيرة الى انه توقفت كونكورد عن العمل في عام 2003 هناك عدة اسباب لذلك منها ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وانخفاض الطلب بعد حادثة تحطم طائرة كونكورد في باريس عام 2000 واخيرا تأثير الهجمات التي تعرضت لها امريكا في 11 سبتمبر من عام 2001 هذه الهجمات اثرت على صناعة الطيران مما اثرت على صناعة طائرة كونكورد وعلى الرغم من ذلك تبقى كونكورد رمزا للابداع التكنولوجي وارضفاهية على الرغم من ان الطيران التجاري الاسرع من الصوت لم يستمر بعد توقفها ترجمة نانسي قنقر